مرحبت، السيش واليوم هو أون بيرد كيف تساوي بلتس ريبورت فكرة بلتس ريبورت هي أنك تلك المتيحة في جميع قوائم المسؤوليات الخاصة بك ذلك سنة إذا كنت في صلاحية معينة لك ما هو تساعدك الحال هنا على سبيل المثال في بحث الحسابات المدينة والعمليات فاستجد هنا إدخال قائمة بلتس ريبورت واستجد أيضا أيقونة إكسل بحيث يمكنك النقر على تلك الأيقونة لفتح التقرير اللي قمت بتشغيله مباشرة قبل ذلك ديس فانت رأسها مع إكرير الحسابة المستحقة في هذه الحالة تشغيل التقرير ما كل ما عليك فعله هو اللي سنقرأ على تشغيل وهذا يبدأ عملية تزامن في الخلفية شيره في الحالة على الزر الثاني هنا حيث تظهر معلق ثم أثناء تشغيلها سينتظهر جاري التشغيل وبعد اكتمالها تكون يقوم بتسنشير ملف للإخراج تلقائيا وسذلك إنه متصفحك مضبوطا لفتحه بشكل تلقائي بأنه يفتح بهذا الشكل وهو الإختيار التقرير مختلف هنا من قائمة القيم مثل هذا ويمكنك أيضا نقرأ المزدوج في الحقول ثم يمكنك نقرأ المزدوج على أي حقل لإظهر قائمة القيم سيعمل بنفس الطريقة لأسماء التقارير وكذلك للمعلمات سيكون عندك معلمة لنقل هنا اسم الدولة يمكنك فقط نقرأ المزدوج ثم اختيار الدولة يمكنك سيضرأ السيرس مفتاح F1 للعثور على تقارير مختلفة يمكنك أن نقرأ المفتاح F1 وأن يظهر لك قائمة التقارير أيضا هي التقارير اللي مشوها الصندق بتعتمد على المسئولية اللي تستخدمها لسجيل الدخول سيكونت مستخدما عادي فتشوفوا فات التقارير المتعلقة بالمسئولية اللي سجلت الدخول بها حاليا على سبيل المثال الآن أنا في قسم الذمم المدينة ولذا السبب أرفقت تقارير الذمم المدينة حسب تاريخ التشغيل الأحداث سيكونت التقارير اللي سيأمت بتشغيلها مباشرة يبدو أن تظهر في الأعلى فإذا كنت تعمل دائما نسبة تشغيل نفس التقارير الثلاثة أنها ستظهر هنا في أعلى القائمة على السعب الأفضل اللي دائما سيقول للمرزا بسانتي وهذا المنسيس سانتي التوارس اللي يتم بتشغيل أبر بآيرين وإسانس وإنسان عندك خيار البحث بالنص الكامل إذا ما كنت تعرف اسم للتقارير يمكنك ببساطة كتابة سلسلة البحث وبالتالي يمكنك البحث عن موضوع معين مثل النص والعميل إنه بيعمل كبحث جوجل بحيث في إندي يمكن أيضا يسيقنا دمج كلمات مفتاحية مختلفة سيبدأ البحث أولا بالنظر في اسم التقارير في الوصف وكذلك في الاستعلام SQL الأساسي بحيث يمكنك البحث عن اسم عمود أيضا كمثالا وعلى الجانب الأيمن يمكنك نشاهد إن تم العثور على هذه التقارير بواسطة النص بواسطة الكلمات الرئيسية نص وعميل في هذه الحالة لذا هنا ما يوجد لدينا أي تقرير يطابق الاسم لكن لدينا تقارير تطابق الاستعلامات في لغة قواعد البيانات SQL الأساسية أن هذا يعني أنه بفيه لتغيير السلع والعملاء وزماك شر عندنا الأعمدة المتعلقة بالنص والمتعلقة بالعملاء لا يمكنك أيضا إلا لما يكون عندك تقرير مفتور العودة إلى تقرير مختلف سوف نقلل فاتورة AR باستور بالإضافة إلى ذلك لا يمكنك اختيار قوالب في الحقل الثاني سيجد أن الحقل الأول هو حقل اسم التقرير والحقل الثاني هو حقل القالب سيمكنك إما اختيار قوالب متاحة أو إنشاء قوالب تصميم خاصة بك سأشرح ذلك في الفيديو التالي على سبيل المثال يمكنك اختيار قالب عندنا لوحة معلومات مع شعار جينيتكس ولا مثال بعد اللي كان محتويق الأطوار له تنسيق إضافي الشعال زي بناء على القالب الذي اخترته أو ناسي يمكنك الحصول على تنسيقات مختلفة مثل هذا على سبيل المثال هنا عندنا المزيد من التنسيق المتقدم في Excel وإذا لم يكن عندك قالب إذا قمت بإزالته يكون التنسيق الافتراضي هو أنه دائما ما ينشئ ملف Excel عادي لذا الآن يتم تشغيله مرة أخرى ولديه فقط البيانات المثالات وعلى الغالب لما نختار الغالب تمثال على أن يمكن شيئا نسيق الماوس سيكون عندك معايير هنا إن تشروح شيئا كويسانس سيمكنك بهديد المعايير أيضا بالنقر المزدواج على سائمة هنا وأيضا لديك إمكانيات الاختيار أكثر من معلومة في الوقت نفسه سيمكنك على سبيل المثال استخدام خانة الاختيار ذات القيم المتعددة هنا إذا كنت ترغب في تشغيل تقرير لأكثر من عميل واحد يمكن كذلك حدد للعمليس إما سأسيق هذا هو الرقم العميل السيسلينس سنجي أريد أن يكون لحرول اسم السيب بالعميل يمكنك تكتيري أسمائي السيب بالعمل السيب بالعمل السيب بالعمل السيب بالعمل أو يمكنك إذا كنت تارف من عميل القيم أن كتابة القيم أو نسرها ولسكا باستخدام الفاصل المنقوطة كفاصل في الحقل سيكون أحدد المعايير شابي تكون الفاصل المنقوطة هي الفاصل وعند تشغيل التقرير هيعمل بالضبط لهذين العميلين دعني أرى إذا كان عندنا أي بيانات نعم كنا محظوظين لعندنا بيانات لهذين العميلين الشيء الآخر اللي يمكن تلقيم به بدلا من كتابة أو اختيار القيم واحدا تلو الآخر هو نسخها من ملف إكسل لذلك على سبيل المثال هنا عندنا كائمة باسمانر إيربراس لعملات تكفيت نسخ كائمة قيم المعلمات من ملف إكسل أمر سامي المعنت نسخه ولسقه النسخ ولسق تحتاج إلى النقر على نافة المحرر أو يمكنك استخدام مفتاح الإختصار كاترل إي لجلب المحرر لسق القيم ثم النقر على موافق وتشغيله وذا مريح للغاية لأنك تستطيع تشغيل التقرير لقائمة من المعايير اللي أمت بنسخها من ملف إكسل مختلف مثل هذا توفل إنه سيعمل فقط لأكبر العملاء الشيء يمليك الرسال اللي يمكنك هدو الآخر باستخدام هذه المعلمات هو حفظها كقيمة افتراضية ذلك هنا في الأعلى عندك قائمة الإجراءات وهنا بعد عندك إمكانية حفظ قيم المعلمات إما ضد النموذج أو لأجل التقرير إذا إذا قمت بحفظها من أجل التقرير ثم لاني تبحث بها سمارية يعني بأن في المرة الأمسية التي تفتح فيها التقرير لاني أراب إلى تقرير آخر مختلف ثم عود إلى التقرير الخاص بنا سيستشوف إن قيم المعاملات هذه محددة بشكل افتراضي لإزالتها يمكنك فقط أن نقرأ على مسح القيم إلى الافتراضية صغيرة وهكذا تعمل هذه العملية أن جميع التقرير تشغل كطلبات متزامنة في الخلفية أنت يمكنك أيضا للعودة إلى عرض الطلبات هنا ثم سيستشوي الطلبات أو التقرير هنا أيضا على سبيل الفعن تلا يسايني ذاك كنت تستريد في طلب سابع يمكنك ببساطة نقر على عرض الإخراج ويعمل بنفس الطريقة إسمى في تقارير أوراكل القياسية يمكنك أيضا فالناس كان شاهدت الإخراج من ما كانتش بيانيت سيمكنك أيضا جدولة هذه التقارير واستكتام خيارات التسليم وما إلى سيد سأوضح ذلك في فيديو لاحق أيضا واجهة ووصف شروع سليسة الشيشة النيررور وانتيفرس هنا في الجانب الأيمن عند قائمة منسدلة سأهل القائمة المنسدلة تعرض الفئات بحيث يمكن إضافة التقارير إلى فئات محددة بذلك يمكنك أن تصالح إليها بسرعة إنكبر سنة أكبر سمسلا بتقريرنا المعدة مسبقا موجودة في فئة الانجينيتكس وإذا كنت ترغب في اختيار أحدها يمكنك ببساطة أن نقرأ على فئة ثم تحديد أحد تلك التقارير أو يمكنك اختيار نعم هنا في B الناشر عندنا أيضا بعض التقارير المستوردة من الناشر من معيار أراك اللي هنا نقول مثلا قائمة قواعد المحاسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ثم يمكنك اختيار التقارير بهذه الطريقة هيا أنا سكان إذا مقدمتين سريع تانحول سيوديون راس راسي إن سيبيت اختيار وكيفيتن تشغيل تغير بلد شكرا وغاية المشاردة شكرا وغاية المشاردة